السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring انا اعتذر عزيزي المشاهد اذا انك تقدمت في اللعبة كثير ولكن هذا السر في بداية اللعبة وانا وضعي والله زي وضعك يعني تقدمت شوي في اللعبة ولكن فيه سر من اول ما تفتح البوابة هذي اول ما ترسبن اول ما تختار شخصيتك فيه شغلتين راح اتكلم عليهم في هذا المقطع واللي هي اعتبرها غلطتين سويتها في بداية اللعبة فاتمنى اني افيد احد يعني لسه ما بدأ اللعبة او ممكن اعيدها ان شاء الله ما حد يجي يسبني بس والله دائما متخر المهم الشغلة الاولى يا اخوان اللي هو الكيب سيك انا ما كنت فاهمها وحتى ما شملتها في شرح الكلاسات اللي شرحته ولكن اتوقع لاغلبية اختار الشغلة الثانية اللي هي تسوي increase للهيلث او الHP اللي كان اسمها كريزمن امبر ميداليا شي كذا واللي يزود المكسمم HP بنسبة واحد بالمئة يعني شي ما يسوى وفوق هذا يمديك تشتريه بعدين فنصيحتي انك تختار الGolden Seed واول ما توصل اول لرستنج بوينت او الاستراحة هذي المعروفة بتروح الى الخيارة هذة اللي هو Add Chart To Flask فبتقدر تسوي upgrade للهيلنج فلاسك يعطيك هيل بشكل دائم وعدد مرات اللي هو عدد مرات الهيل او استخدام الايتم هذا فشغلة مهمة انك تختاره هذا بحيث انه يطور القوارير اللي معه اللي هو تشربها عشان تسوي restore للهيلث او للسحر لانه نادر جدا انك تلقاه بسهولة بعدين فضروري انك تختار هذا الايتم لان تطويرات الفلاسك هذة مهمة ويعني محدودة انك تقتل في بعض البوسز في اللعبة بدون حرق اللي هم بيتيحون لك انك تلقى الفلاسك هذا او تطويره من خلالهم اما بالنسبة للهب حرام انك تضيع الايتم هذا وتاخذه في بداية اللعبة طبعا تقدر تخصص عدد الايتمات هذا حق السحر او الهب في اي وقت من هذا المكان اللي ما يعرف يعني على حسب استخدامك ولعبك المهم هذا نوعا ما مش سر السر هنا يا اخوان اللي هي شغلة ثانية طبعا اذا جربت اللعبة اول بوس شفته اللي هو في اول دقيقة في اللعبة المادري هو عن كبوت ولا عقرب والله ما ادري المهم انه نشبه بكل ما تعنيه الكلمة البوس هذا توقع جلد 90% من لاعبين فاذا كنت واحد منهم مرحبا بك صفت جملة فالسر هنا يا اخوان لو قتلته واشي يصير اذا قتلته طبعا اول شي عشان تقتله انصحك انك تستخدم الساموراي لان الساموراي عنده البو او الاسهم ويمديك يعني تحاول قدر الامكان انك تكون مخلي مسافة بينك وبينه وتجلس تجلد فيه يبالك صبر ويبالك كمن محاولة لانه مجرد ما تبدأ اللعبة يكون قريب منك فتقدر تأيد بسهولة فشغلات اللي رح تلقاها منه يا عزيزي شغلتين جولد اللي هو السيف هذا هو الجولدن بيست كريست شيلد شوفوا يا اخوان الاحصائيات شي اسطوري يعني والله من غير الاحصائيات شكله جدا جدا رهيب اللي هو جيك زي طول الشخصية كذا الشيلد من اولها الاخرة طبعا على حسب الشخصية اللي انت اختارها ممكن تكون فيه ناقصك شوية نقاط من السترينكث ممكن مثلا عندك سيف هذا اللي هو الورنمنتل ستريت سورت يطلب منك السترينكث عشرة تقريبا والديكس 14 فممكن انك يطلب منك يعني تلعب ثلاثة اربع ساعات تطور شخصيتك على بال ما تقدر تستخدمه لكن والله شي اسطوري انك يعني تبدأ فيه في اللعبة يعني بيصير عندك فارق كبير في بداية اللعبة هتمنى ان المقطع نالعجابكم لا تنسوا لايك والاشتراك وسامحوني اذا تأخرت في هذا المقطع بشوكم ان شاء الله على خير من مقاطع جاي السلام عليكم ورحمة الله